خدنا المرة اللي فاتت حاجة اسمها الفيلان صح كده وعرفنا ازاي السويتش بتاعنا دهو نقسمه لأكتر من لان اهو قلت الفيلان عشرة والفيلان عشرين والفيلان تلاتين وعملت السويتش تاني كده وحطيت برضو فيه فيلان عشرة وعشرين وثلاثين تمام وجيت ربطت الاثنين سويتش دول مع بعض بورت اسمه ايه ترانك الترانك ده كان فيديته ايه بيخلي العشرة تكلم عشرة والعشرين تكلم العشرين والتلاتين تكلم التلاتين حلم طيب انا النهاردة بقى هاخد موضوع تاني اسمه الانتر فيلان الانتر فيلان ده بيعمل ايه لو انت عايز العشرة تكلم العشرين او لو عايز العشرين تكلم التلاتين تمام يبا احنا لو عايزين ال فيلانز المختلف اتكلم بعضيها انت كده بتعمل موضوع اسمه ايه شباب انتر فيلان او موضوع او على سويتش تاني تمام بالزبط كده ده موضوع اسمه ايه الانتر فيلان علشان اعمل الانتر فيلان ده اهو لازم لي ليير سري ديفايز لازم لي جهاز ايه بيفهم لحد الاي بي لحد ليير سري مين اللي بيفهم لحد الاي بي الروتر ايه والسويتش اللير سري تمام اهو يبنى علشان اعمل انتر فيلان الترانك ما ينفعش يعمل لي انتر فيلان ومال مين اللي يعمل لي انتر فيلان الروتر او لير سري سويتش في الحقيقة اللي موجود في الطريقين ساقير الروتر او لير سري سويتش اربع طرق يعني في طريقة انا اخدها دلوقتي اسمها الترادشنال مسود اهو وفي طريقة اسمها الروتر او نستيك دول طريقتين في الروتر طبو السويتش اللير سري في طريقة اسمها الروتر بورت وطريقة اسمها الاس في اي الاربع طرق دول هما دول اللي بقدر اعمل بيهم انتر فيلان هلو الكلام كده انا اخدهم واحدة واحدة بقى كل طريقة من دول واحدة واحدة وبعد ما نخلص انت على حسب شغلك تستخدم اني طريقة منهم بمزاجك انت بقى انما انا اعمل لك انتر فيلان باستخدام الاي الاربع طرق دول حد عند مشكلة كده طيب تعال ناخد اول طريقة عندنا اللي اسمها ايه التراضيشنال ميسود او فدي طريقة الاولانية اسمها التراضيشنال ميسود في التراضيشنال ميسود انا بجيب الراوتر ها اذا السويتش عندي ها ومقسموا الفلان عشرة فلان عشرين فلان تلاتين وادا السويتش التاني ها مقسموا برده عشرة وعشرين وثلاتين قابلتم مع بعض بحاجة اسمها ايه تراند بجيب راوتر هوا وعلى قد البرتات بتاع الراوتر وعلى قد الفيلان التي تحت عاجز البرتات على الراوتر عنAmericans 身alie يبقى هعجز بورت للفيلان عشرة وههعجز بورت للفيلان عشرين عا الراوتر وهعجز بورت للفيلان..рей 60 عا الراوتر هل يظanta انها مخفضة؟ عشان بت Sanders لو حينيه لان ت ako يمكن اصل عن يوه سويتش الاسود هوات BE tenía جمعة ايه السويتش من يوميك جميعotte بس كل Labor Lab تأتي皆さん بوينيك بشكلper إيه سويتش الفوركف بواس ياديت ore Option بس ديت راديشنر عشان جابسة موقت راديشن تقليدي يعني تمام بس انتو شايفين البورتات بتاع الراوتر هنا هنا بتاع سويتش حالته ايه اكسز صح مش احنا قلنا لازم عشان احط البورت بوالبيلان لازم الاول يكون اكسز تمام واجه بق والله الشبكة الاولانية الاي بي بتاعها هدلها اي بي مية اتن و تسعين مية تمانية وستين واحد واحد طب والبورت التاني مية اتن و تسعين مية تمامية وستين اتنين واحد طب و ده مية اتن و تسعين مية تمامية وستين ت мин 3 احد بدا내 بتاع مين الفيلان عشرة. بتاع مين بتاع الفيلان عشرين. بدال جيت و By بتاع مين Mexico 30. تيجي بقى ننفذ الكلام ده ونشوف هيحصل روتنج ولا لا نحاول نخلي الاجهزة اللي في عشر الكلم عشرين وهكذا تعالوا نعمل الكنان ده كده هيجي على الروتر اهو على الباكت ريسر بعد ان اختحنا الباكت ريسر اهو ادى السويتشين بتوعي اهو اللي هجبهم هشتغل عليهم طول المحاضرة اهو ادى واحد ادى التاني وده عندي هيحط في كل اه فيلان جهاز اه كاريت بي واحد اثنين تلاتة واحد اثنين تلاتة وده جيب كابله اهو عايز اخلي من اول بورت زره على واحد لحد خمسة طبع البيلان عشرة تمام بورت من ستة لحد عشر تبع البيلان عشرين بورت من حد عشر لحد خمسة طبع البيلان تلاتين اهو وهنا نفس الكلام لو انا عايز برضو اعمل نفس الكلام اهو 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 اذا في بورت ترانك هخليها اربعة وعشرين حد عندهم مشاكل طبعا بقى نعمل نرجع على الموضوع بتاع المرة اللي فاتت نقسم كل سويتش البيلان نحط جوه هالبورتات ونحول البورت بتاعنا لترانك يلا هنيجع على السويتش الاولاني اهو اقول له ناول عشان تكبر الخط بتاعك من اين بقى من اوبشن بعدين تقول له ايه وبعدين تيجي هنا كده تاخليه مسلا ستاشرة اوكي وفيه عند الحاجة هنا علشان كل بورت يظهر جنبه ايه اسم بتاعه اهو تمام كده وهنيجي نقول له ايه حاجة على السويتش ده اهو استقلا Öyle هو ايه هو عاددها متتشام به اسم الدور اللي هو في السويتش خلاص هنقول له فيلان عشرة النام سهل زي مسلا اجزت فيلان اشرين النام مارك اجزت فيلان تلاتين النام اي تي اجزت انترفيس رينج فاست زيرو على واحد لحد كام اجزت بينجد اجزت موجه 5 سويتش بورت موجه 7 سويتش بورت اجزت فيلان كام страш شكemic اجزت انترفيس رينج فاست ارنت من زيرو على ستة حد العشرة سويتش بورت موجه 8 سويتش بورت اجزت فيلان كام 20iec انترفيس رانج فاصل اثر نت من زيرو على 11 اهو حد كام 15 سويتش بورت مود اكسز سويتش بورت اكسز فيلان كام 30 اكزت لو انت عايز تشيك عليهم هتقوله ايه شو فيلان بريف اذا العشرة وده العشرين وده التلاتين هلو روح اليمه التانية ونقوله تمام كده اوه وعاء سويتش diласти dave المترجم المثل 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 مسل المثل اجزت انترفيس رينج فاص اصر نت من زيرو على واحد حد كام سويتش بورت موت اكسز سويتش بورت اكسز في لان عشرة اجزت انترفيس رينج فاص اصر نت من زيرو على ستة سويتش بورت موت اكسز سويتش بورت اكسز في لان عشرين اجزت انترفيس رينج فاص اصر نت من زيرو على احداشر حد خمستاشر سويتش بورت موت اكسز سويتش بورت اكسز في لان ثلاثين طبعا لو حد تفرج على الفيديوهات اللي قبل كده يعرف الكلام ده كله الواحد فيش في مشكلة وقعدنا نهوم فيه ونعيد فيه صح كده عم احمد هنيجي على بورت بقى بتاعنا اهو انترفيس فاصت زيرو على ربعة واشري سويتش بورت موت ايه ترانك اهو اهو ونيجي اليمة التانية برضو نسينا نعمله ترانك وكده كده تحول ترانك دلوقتي بس انا ما بحبش سيب حاجة ديناميك عمام الصفا فنيجي هو على بورت يقول له قدامه اليمة التانية تمنع انترفيس فاصت زيرو على ربعة واشرين سويتش بورت موت ترانك حلو كده تحاول ترانك الوحض ايه ترانك ودانيمك اوتو يقلي بترانك حلو التكلام ودانيمك اوتو ده عم ايه عم احمد احنا قلنا على حسب اللي قدامه اههه في مشكلة كده عند الحد لا يكده هنخزن دي كده نعمل عليها الاربع طرق بتاع الانترفيليين عشان ما قدتش اعمل كل مرة من الاول. فخزن الرسمة دي هاي فايل سيف اس. وهقول له ايه خزن هاي اللي يضايق رمك على بايزيك فيلان. بخش على السوشي ده الاول بس اعمل رايت. عارفين كومند رايت طبعا بيعمل ايه. اول هو كوبي من الرننج في الستارت ايه. اليمة التانية هو كوبي من الرننج للاستارت ايه. خزن بقى بعد ما تعمل كوبي كده ايه خزن عشان يخزن معك. حلو الكلام كده? طيب. عايزين نعمل الطريقة الاولانية. ليها الترادشنال مسود. اهو. هنيجي هون نخزنها كمان مرة. فقل سيف اس كده. فنسميها ترادشنال ايه. المسود اهو عشان ما يخزنش على القديم. الترادشنال مسود كان بيعمل ايه شباب. وانا بنجيب راوتر. اي راوتر اي راوتر. واحجز رجل منه. للبيلان كام عشرة. اهو. زيرو على زيرو. احطها في الرنج بتاع الفيلان عشرة اللي هون من واحد لحد كام. خمسة. احطي مثلا في الاثنين. هلو الكلام كده? طيب. البورت الثاني. اخليلي الى عشرين. طيب هنا ولا هنا والله ما يفرق يا عم. خلييني. خالي بتاع الى عشرين هنا. هتفرم معي والله ما يفرق. لانا عمد ترانكي ما بين السويتشات. فانا قلت حطيتم كلهم على سويتش واحد مش فارق. او حطيتم على وزحتهم مش فارق. طيب. كده لما هيك توصل البورت الثالث هتلاقي الروتر 2800 ده ما عادش عنده فاسطات. فهتضطر تخش تركيب له ايه فاسط. فاسط دابل كليك عليه كده. ونقفل ايه. نقفل بور بتاعه. اهو. ونركب فاسط اهو. طو فاسط اي سرنيتا شايفينه. اه ده مديول بيركيب لك طو فاسط باهر الروتر. اهو. طو اف اي. اتنين زيادة طو اف اي. هو بجاب المصنع باتنين فاسط. انا ركبت له كمان اتنين. تمام. وقل له ايه شباب. خلاص بور بقى هو. سي اللايه هو. بدأ الروتر يحمل اهو. هيقوم بقى. انا معملش حاجة ده يسه خالصها. سيطاب مو ده اهو. انا معمل ش حاجة ده يسه خالصها. سيطاب مو ده اه. انا معمل. ده بقى ثلان عشرة. قى له اي بي ادارس مية تنون و تسعين مية تمانية و ستين واحد واحد متين خمسة و خمسين. متين خمسة و خمسين. خمسين prepared. ايه اه نوشرج. طالما اضيت ده واحد واحد يبقى كل الناس الموجودين في العشرة ايه. واحد اتنين واحد تلاتة واحد اربعة. يعني الأجهزة اللي موجودة في العشرة هتبقي في كل واحد هاي يعني الجهاز ده هندلو اي بيه كام ايه اتنين وتساين دوت مية دمانية وستين واحد اتنين طب انجيت واحد تبقى بتاحته كام بتاع الراوتر اللي هو واحد واحد طب اخو اللي موجودة على السويتش التاني وهو نفس الوضع اهو واحد تلاتة طب انجيت واحد بقى كام بقى واحد واحد حلو طيب البورت التاني اللي هو زيره على كام على واحد طبعا الشبكة عشرين فنقوله ايه اهو اجزت انترفيس فاصل زيره على ايه على واحد اي بي ادرس مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين اتنين واحد اتن خمسة وخمسين اتن خمسة وخمسين اتن خمسة وخمسين زيره ونو ايه يا شباب ايه شوت داون يبقى كل الناس اللي جوه يدخدوا اي بيه كام اتنين 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 تلاتة اتنين اربعة وهكذا اهو دول في الشبكة عشرين من هنا اهو 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 الجورت بتاع الراوطر بيه مقفوط بيدفرد اول ما تحطوه اي بيه ابو حميد تعملوه نشاط دون عشان يفتح تمام يعني وضعه بيه بيه مقفوط تمام اهو دا الراوطر بيه سويتش بيه مفتوح بيدفرد تمام كده اطبع مش عايزين نحسيدك ابو حميد واضح ان انت بدأت تتذكر ما نقولك منش عايز حسيدك يعني اهو اهو طيب واحد على زيره بقى عايزين نووصله الفيلان تلاتين هنا ولا هنا في اي حتة عم مش فرق خلاها هنا تلاتين بداتها من كام من حداشر اهو تعال حطوله اي بي بقى اهو ايجزت انترفيس فاست واحد على ايه على زير اي بي ادرس مية تنو وتسانية مية تمانية وستين تلاتة واحد اهو ونو ايه مش فرق حلو الكلام كده طيب الاجهزة اللي جوه يبقى ايه تلاتة اتنين تلاتة تلاتة واحد طيب الجهاز ده تلاتة تلاتة واحد طيب الجهاز ده تلاتة 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 حلو الكناب كده بص بقى شباب لو عملناها سيميوليشن كده ما خلصناش قولينها هيتل وقت قولتلون اعايز الشبكة عشرة تكلم الفيلان عشرين ماشي هيعمل ايه الارب بتاعه فاكرينه اه يعني لما تيجي تشغل كده تلاتة اعمل خلاص ارجح بقى تاني ونفس بقى اهو اهو شوف بيقلبهم بروح للجتوية بتاع الاول الجتوية يقلبنا عالجتوية التاني اوصل كاهنح شبك الممفصلية اهو والله انا عايز الجهاز دهو العشرة تلاتين دهو يكlaim العشرين دهو التلكمه والله اه disbelگ لي باشين فهي راوتر صح Rights حلق الكلام الاول اهو لالجهاز دهو الجهاز دهو هاي باشا التلكمه الارب يكلم يقلبو يكلم هيك لي باشا اه explaining لا بس معلاشي تمام خبيبه اهو شو بيطلق للجتوية بتاعه الجتوية او مالبع الجتوية التاني رعق للبيلان تلاتين اهو تمام كده دي اول طريقة عندنا اللي هو ان انا اعمل انتر فيلان باستخدام الراور اللي هو ترادشن المسود تمام اها شباب دي لكم منضاب بتاع الطريقة الاولانية اللي اسمها ايه اسمها ترادشن المسود ركز معاك اولا يكريمك لان المواضيع المهمة جدا اللي هتستخدمها في شغلك خلاص احنا في الاخر طبعا يا جماعة هنعمل مشروع مع بعض هنطبع عليه كل الكماندات دي يعني هنديكم مشروع هنطبع عليه كل الكماندات اللي بناخدها من اول الكورس ايه ع البرنامج اوه بس هنغطي فيه كل الايه الكماندات بتاعتي اهونا دخلتها يا جماعة عملت كل انترفيس هتطلعها اي بي من شبكة بتاعتها كل انترفيس هتطلعها اي بي من شبكة بتاعتها كل الاترفيس تطلاق اي بي في البيلان بتاعتها. بس. مشكلة الطريقة دي اي شباب? اي هدف عدم مشكلة الطريقة دي اي? استجلال اكتر من النافذ بالرetyر اح storm Jeez, بذا بذ 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 بذ. انني البورتاج بتاع الراكتر كل ما عاد البيلان بيزيد عايز بورتاتها على الراكتر. والبروطات بتاعت الراكتر دي غالية. تمام? في كل ما عاد وعشان كده عملوا الطريقة الثانية اللي هي اسمها ايه بقى قصي عام لسحر ولا شعوزة حاجة اسمها الروتر الروتر اللي سند على عصايا ايه عمل حكايا دي تعال كده نشوف اذا عندك السويتش بتاعك اهو واده السويتش اهو وانت عندك هنا مقسم ايه بلان عشرة وعشرين وثلاثين واده الفلان عشرة واده العشرين واده الثلاثين حلو الكلام اهو ورابط ما بينهم بايه بترانك اهو يا معالي اذا البورت بتاعك اهو اجه على الروتر فوق واجيب بورت منه مع مين مع سويتش اهو بس حلت البورت ده ايه بقى معلم طب البورت بتاع الروتر احط له اي بي من العشرة ولا من عشرين ولا من ثلاثين ايه لا لأ لأ البورت بتاع الروتر هناخد حاجة بقى جديدة ان احنا البورت بتاع الروتر هنقسمه 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 لأكتر من بورت لوجيكل يعني اقوله ايه زيرو على زيرو ده خليه زيرو عزيرو دوت مية وخليه زيرو عزيرو دوت متين وخليه زيرو عزيرو دوت تلتمية اللي انت بتعمله ده انا بقسم البرت الواحد لتلاب بورتات وقسمهم اقطع من 10 بطاق يقطع جدا سحرة واش عاوزها صحك جدا واسمه ايه اسمه حاجة اسمها الساب انترفيس اللي انا بعمله ده جماعة بعمل حاجة اسمها الساب انترفيس يعني ايه ساب انترفيس ان انا قسم البطاق الواحد لمجموعة من السابات الصغيرة ساب انترفيس الصغيرة واجه بقى على زيره على زيره دوت 100 قدله ايدي منين من الفيلان 10 اقول له واحد واحد واجه على 200 قدله ايدي منين من الاثنين واجه على 300 قدله ايدي منين مال ثلاثة مخارج بلا من هنا لا ولا مخارج ولا حاجة هو كابل واحد يا عمي باس ماينزل من فوق على البورت تحت ترانج بس المخرج بتاع السويتش البورت بتاع السويتش هقسمه ارترى بورتات بالكوماندات مخرج الروج هامش لا سويتش لا زي ما هو سويتش ساب اه مش هقسمه سويتش ترانج اللي هجيش فعله ده سويتش انا وحده حسن النظيم على حسب العالمي بس خبالك كل ما بيتقسم دي مشكلتها البندويتس بقى كلهم شغالين على بورت واحد فييستحسن البورت ده ما يبقاش بسط بقى يبقى جيجة يبقى حاجة عالية شوية صح كده لحد كده في مشكلة الطريقة التانية فكرتها ايه الطريقة التانية فكرتها يا جماعة ان انا بقسم البورت الواحد الفيزيكل الطبيعي لأكتر من بورت لوجيكل يعني بالصوفتوير بالصوفتوير بس تمام كده بالصوفتوير بس خبالك بقى معاهم حاجة هو انت مش البورت ده ترانك مش البورت ده ترانك يبقى لازم ان البورت ده اخرج يبقى ترانك ايه ده وممكن البورت بتاع راوت وشغل ترانك هو ده اللي هنشبه دلوقت يبقى دلوقت هعمل قطوطين الاول هشغل البورت بتاع راوتة ترانك وقسمه لطلب البورتات على بتيجي نشوفوا الكماندات كده شغالها ازاي يا الله نشوفوا الكماندات اهو ده الطريقة التانية يا جماعة عندنا من الانتروفي هنجيب الرسمة اللي احنا كنا مخزنينها اهو حلو الكلام كده هنجيب راوتر اهو هنجيب راوتر اهو هنجيب راوتر 2900 مثلا من ده بتلاقي فيه بورتات جيجا 2900 هنجيب راوتر اهو هنجيب راوتر سلسكو سمعته وهنيجي اهو هنجيب كابل عادي من الجيجا عشان يستحمل اهو مع السويتش تحت اهو اي بورت مش تابع حد بس ما تنسيش تدخل بورت ايه trunk فنخش جواه معلم ونقوله ايه انت trunk اهو configure enable configure interface fast 0 على 23 switch port trunk حلو عملت حاجة انا زيادة بس ايبانا دخلت على البورت من تحت switch وخليته نطلع بقى على الراوتر نطلع على الراوتر الاول هعمل لكم الخطوة طولة enable configure terminal host name اسميه اي حاجة اسم الراوتر interface 0 على ايه 0 dot 100 طب واحد عايز يعملها dot 10 اعملها dot 1000 اعملها يا انا مشهودة خللك dot 10 عشان ما تفتكرش ان اسم الانترفيز بشكل رقم البيلان لا فانا مخللك dot 100 دا اي اسم انت عايزه اصلا لو بخلق دوت عشرة دلوقتي في الفيديو انت هتروح اه ده هو بعمل دوت عشرة عشان انه بيجب لانا عشرة انت فهمي انما انا في شغل هعملها عشرة صح كده انا في شغل هعملها عشرة تمام محدش يشاركني اي اسم انا عايزه اهو تمام ايه اهو شغيل انا فعلناه شغيل اهو بيقد علينا اهو تمام هاي وبعدين اشغل البورت دات رام الكومند اللي جاي ده لو ما انكتبش انا اول كومند مش هشتغل ده اول كومند في سيدكو نحن بالترتيب ده لازم نكون كيف ترتيب اقول له انكابسيولاشن دوت وان كيو شغل الترتيب وان كور انت هتعلق محبط تكون انا جاي ده ارصي لا لا صراحة عندك العيف اوض يا فالح دوت كيو عشرة انت عارفين يبقى انترفيس جيجا 0x0.100 انكابسوليشن.1 كيو كام عشرة الرقم ده لازم يكون هو رقم الفيلان انت كده يا معلم ثبتت ايه الانترفيس اللي رقمها 0x0.100 بقيت الجيتوي بتاع الفيلان كام عشرة هو الكومند من كتب على بعضه خلاص انا بقوله دلوقتي انا جوه الانترفيس 0x0.100 هتبقى دلوقتي الجيتوي بتاع مين بتاع العشرة ادلها اب من عشرة اب ادرس 192 اللي هو الشينا خدنا الترانكينج بروتوكولي المرة اللي فايتت كان فيه منه نوعين اسل وحاجة اسمها الشينا خدناها في الفيديوهات اللي هو الترانكين بروتوكولي اللي كان بيعمل تاج وانتاج اسم البرتوكول اللي هو الترانك طيب 168 واحد واحد متين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين زير انا كده يا معلم خلصت الجيتوي بتاع الفيديوهات الاولانية طيب انا عايز اسم الانترفيز دي كمان حتة اعمل exit وخش جوا ساب تاني انترفيز جيجا زيرو على زيرو ضد متين انا عايز ضد متين دي شغالها الكام بلان montre انا تقوم ان Pattaya bird خكر بتاع العام عالرق 192 مية تمانية وستين اتنين واحد اهو. ايه 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 يا احمد كن لما اكتب حاجة مسحة ايه يا احمد. مية تمانية وستين اتنين واحد اهو. حال. التالتة بقى والله دي عند كمان فيلان سمع كمان حتة انترفيس جيجا زيرو على زيره دوت كام 300 دوت 3000 دوت 30 أي حاجة عام أي اسم أي اسم بس لازم الرقم ده انكابسوليشن دوت وين كيو ده 30 ده لازم انكدل ده اسم الفيلانة لتحت بقت التلتمية دي لبسة لمين للتلاتين وبعدها انتقول له آي بي أدرس يا معلم 192 دوت 168 دوت 3 دوت 1 متن 55 متن 55 متن 55 دوت 0 حل انكده قسمت الانترفيز بتاعتي لتلاتة ساب انترفيز لتلات انترفيز صغيرة اهو زي بالزبط ما بقول لك ايه انا عندي مصورة ايه ايه وروح تبقسمها لايه لتلاتة صغيرين ادى واحدة حلو الكلام وده التانية اهو وده التالتة ايه المشكلة يعني اهو بس هي كده المصورة نسمها جيجا 0 على ايه على زيرو بقى دي جيجا 0 على زيرو ضد مية مية وده جيجا 0 على زيرو ضد ميتين وده جيجا 0 على زيرو ضد كام تلاتة مية ايه حلو الكلام كده بس هي وصلتش نفسك البقاء ايه طبعا بس عملات لي انا عايزة ايه وطبعا ايه وطبعا مني شاء طبعا طبعا مايان بقول لك الطرق وانت على حسب بقى سيناريو بتاع التباس ميشتاكل فاهمني تمام طيب فاهم طبعا طبعا لانا كنتي مقسم البندويتس عليهم دلوقتي وعشان كده انا جاي بايه جا ها طيب احنا خدنا ان الانترفيز بتاع الروتر بتبقى مقفولة فعايز افتحها فاعمل ايه بقى يا معلم اجزت وقوم داخل الجوه الكبيرة اللي هو جي جي زيره على ايه على زيره واقول له نو شوت داون يوم فتح الكبيرة والتراتة الصغارين الجوهان شايفين مش احنا كل الانترفيز بحطله اي بي بقول لها نو شوت داون ومتداخل الجوهن موم الكبيرة ويقول له ايه نو شوت داون قوم بخش نفتح واحده بس منه هلو الكلام كده ناخد كوبيه اهو ده الطريق التانية هنا اهو حلو الكلام كده شباب في حد عنده مشكلة فيها يجي متأخر يجي متأخر عشر دقايق مالساعة نعم ممكن مثلا شغيل التعفيز بنا بيقول يا جماعة بيقولك انت مثلا عندك اتنين التعفيز في الروض وعندك اربعة فيلان تحت مثلا نخلي اتنين و اتنين ماشي و افضل في باند ويتس ماشي شغيل ماشي ماشي طيب طيب تعال نجرب بس الطريقة دي الاول يا شباب لازم ندي جتوي بقى تحت اهو لازم ندي ايباد ده تبع الفلان عشرة يبدله اي بي واحد اتنين طيب الجتوي بتاعه واحد واحد اهو طيب والرجل ده واحد تلاتة واحد واحد طيب وده اتنين 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 اهو بعدين تحت كام اتنين واحد واحد اهو طيب الراجل ده اتنين تلاتة اهو اتنين واحد اتنين مين? ايوه. وبتويت تلاتة واحد. اهو. وبعدين ده تلاتة ايه? تلاتة. اهو. اهو. يلا يا معلم. تعال انشوف كده. اه? نعم. اعايز اللي عشرة تكلم العشرين. كان زمان ما بيكلموش بقى. ايه ده فيلد يا عام? لا يا عام مش فيلد ولا حاجة ده هي اول واحدة فيلد بس. عشان الارض. بص كده. تطلع تجري تروح للجتوي بتاع مين? اللي هو وزيره دوت مية. تقلبها للجتوي التاني اللي هو وزيره دوت كام? دوت متين. اهو. 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 ترجع تاني تروح لمين? الى عشرين. لعشرين يجي يرد يوديها للجتوي بتاعته. الراوطر يعمل راوتنج يقلب للجتوي التانية. ترجعها طرف. عايزة ايه؟ اساتي كاين. يعني مreb기도 إن بكرونه وبوس عالستويتش كمان نخلي البورت تبقى كمان ترانك؟. ترجعها طرف. اهو. لا 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 يا عدد. دخلت على مستقل بص 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 يساسها اهو انترفيس فاص زيرو و تايتا و عشرين سويتش بورت مود ترانكا صح يا كده اربعة و عشرين ترانك اللي ما برين سويتش اي تمام في مشكلة كده اه ولا في عندك مشكلة كده دول الطريقتين بتوضع الراعطر الترقتين بتوضع الراعطر اللي هما الانترفيليان باستخدام الراعطر اعم ترانك و ترانك بس ايه بترانك اللي ما بين السويتشات ده يعمل يا عما بيا باسمه بيخلي العشرة تكلم العشرة والعشرين تكلم العشرين والتلاتين تكلم التلاتين انا بقى عايز اعمل ايه اله عشر proactive Pro Anton Prent which unique Pro�'t see theма اعة طبعا طبعا اس نحنا قبل ما انتم تطيقوا مدعو ونأملناهم ترامل. امام كده? في مشكلة كده عند حد. طيب. الترقيتان التانيين بقى بتاع ايه بتوع السويتش? ايه الترقيتان التانيين بتوع السويتش? كل انا بعمله دوقتها محمد بنصور عايز اخلي الفيلان عشرة تكلم الفيلان عشرين. والعشرين تكلم التلاتين. كان ده الزمان ما كانش ينفع. انا كنا عزلينهم مع بعض. فقال لك عشان يكلموا بعض. لازم نعمل حاجة اسمها الانتر فيلان. الانتر فيلان دي بجيب جهاز بيفهم اي بي. ايه لقى الجهاز اللي بتفهم اي بي? لاما راوتر لاما لاما لير سويتش. حل? الراوتر له طريقتين. لهي الترديشنال ميسود والراوتر له نستيك اللي هشرحهم لك ان شاء الله في البرائك. تمام? والليير سويتش فيه لطريقتين. الراوتد بورت والاس س بي اف. يعني ايه ليير سويتش. يعني سويتش بيفهم اي بي. دي اللي انا اعمل لك حالا بعد دلوقتي. افهم بقى الطريقتين التانيين وانا شرحك الطريقتين اولين تاني في الفريق. ماشي? الطريقة الثالثة جماعة او الطريقة الاول نية من ليير سويتش. اسمها الطريقة دي اسمها الراوتد بورت. حيث اتركز معي بقى اللي مش مشروح اصحح ايه اوي في الكتاب. ايه هالراوتد بورت تاني? اول حاجة امعلم اده الرسمة بتاعاتنا هيا. اده السويتش موجود في الدور الاولاني بتاعنا. رضا مقسمه تلتة فيلان عشرة وعشرين وتلاتين. واده السويتش التاني اهو برضو مقسمينه ايه عشرة وعشرين وتلاتين. ما بين السويتشات دي هيبقى فيه بورت نوع ايه? ترونج. وبعدين هنجيب سويتش بقى يا معلم نوع ايه في ليير سري سويتش. اوبا. اللي يبقى سويتش ده سويتش بيبقى اغلى من الراوتر عادة. اه وهو سويتشات بيبقى بداية تلاتة. يعني انا من بداية كان عندنا سويتش كاتاليست الفين تسعومية وستين و الفين تسعومية وخمسين. اللي بدايته وصويتش تلاتة اوتنين ده؟ ده ليير سويتش. اما ما هاتasser ايه ايه سويتش تلاتة 500. اللي بدايته ثلاتة اونا احنا عادة اننا ما فأنا هجيب سويتش 3500 السويتش ده يبقى عليه بورتات كتير يعني ممكن تجيب 3500 ده يتلاقي عليه 24 بورت حلو؟ هاخد بورت من السويتش اودي المين للفيلان 10 وبورت التاني اودي المين للفيلان 20 والبورت التالت اودي المين للفيلان 30 ايه ده؟ طيب انت بتعمل زي التراضيشن البورت بالعبيد بقى ان البرتات زي ما انا عايز انما هنأكل البورت بالراضر كان بيكلفني انا عناسه في 24 بورت يا عام خد ان انت عايزه واجه قد البورت ده او اي بيل مين للفيلان 10 اهو ويبقى جيتوي بتاعته وده اي بيل الفيلان كام 20 جيتوي بتاعته وده اي بيل الفيلان 30 ويبقى جيتوي بتاعته مع مباس والبورتات حالته ايه تحت اكسز يا معلم يا جوه البيلان اهي ده اكسز اهو وده اكسز وده اكسز بس قبل ما نعمل الكلام ده يبقى انت كده هتعلر سويتش بتاعك تخليه يفهم اي بي ما هو يعمل اه هو بس يبقى طالع من المصنع شغال عايزة خليه يفهم فبكتب عليه اول عندنا اي بي راوتنج بتشغل انت على ايه حاجة اسمها لير سري يبقى تسويتش لير سري حتى لو انت شريك جيت وعارف ان هو لير سري بس لما بتحطه بيشتغل كأنه لير سري فانت لازم انتقول له لا يا عام انا هستخدمك وحطها لك اي بي وكلام مند فاكتب عليه اي بي راوتنج كده بقى اكتب عليه اللير سريه ايه بور اللير سريه عندنا تمام اللي يفهم اي بي وكلام مند واروح للبورتات اللي هتحط لها اي بي وانت هتشغلوا كله تحطو له اي بي يعني الاربع وعشرين بورتات هتحطو لهم اي بي هتستخدم ثلاثة بس هتستخدم ثلاثة بس هاروح على ال بورتات اللي هتح Brandon وخطو له اي بيات وهقول له انت معنطيش برطات سويتش انت برطات راوتر طب والباقي شغل سويتش عادي يعني البرطات اللي باقي شغل برطات سويتش عادي والتالي برطاتين انت حتلهم اي بهاب بقى برطات راوتر طب انا عايزهم كلهم يشغل برطات راوتر خش جواهم كلهم على حسن ما انت الله يكرم حلو تجي ننفسها بقى عملي يلا يلا يباشر دوس ايه دا هو الرسمة بتاعتنا اللي احنا مقسمين فيها الناس اهي بيزيك بيلين اهي حلو كده اذا 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 سويتش اهو اذا سويتش اهو اذا ثلاثة خمسمية وستين اهو هاخد بورت منه زيره على واحد احطه مع البيلان عشرة من اديتها من واحد لحد خمسة البورت التاني تبع البيلان عشرين اهو البيلان عشرين من كم لكم سبعة من اول سبعة من اول كم سبعة سبعة تمام طيب البيلان ثلاثين من اول كم ماشي احطه هنا او اللي هنا تفرق اهو ثلاثين هحطه هنا ماذا يجي يا عم بقى بس يكون تبعة الثلاثين نقول الحداشر اهو واعمل السويتش ما بينهم كانوا سويتش واحد تعال نخش بقى على السويتش اللي فوق ايجا ايجا حاجة انا وبعدين اقول له وبعدين اقول له اب روتينج تاب مش هيجيب معاك لازم نعمل ايه روتينج لازم نكتب للحد الاي لان فيه كومند اسمه اب روت موجود لسه هلو؟ اب ايه راوتنج وبعدين انترفيس فاست زيرو على واحد لحد الثلاث هما دول اللي هشغلهم ايه؟ انترفيس سهوني بس على ايه انترفيس فاست اثرنت من زيرو على انترفيس فاست اثرنت من زيرو على واحد لحد ثلاثة انا اخذنا الكومند بتاع الرنج ده قبل كده بربورت سيكور اننا عايز اطبق كومندات على الرنج ده هقول له ايه؟ نو سويتش ايه معلم؟ نيه سويتش بورت انتو معنطيش يا جماعة بورتات سويتش يبقى اول حاجة انا عملتها ايه تاني؟ اول حاجة شغلت الراوتنج ودخلت جوه الرنج بتاعي اهو اهو انترفيس رنج من زيرو على واحد لحد كام؟ ثلاثة اليها لجيت ويزا عندي وقلت لها انت ايه؟ نو سويتش بورتات وبعدين هخش بقى على بورت بورتات دلو اي بي اجزت اهو انترفيس فاست زيرو على واحد اي بي ادرس اهو من الواحد وقل لها انترفيس التاني فاست زيرو على كام؟ على اثنين او يبي ادرس مية تن و تسعين مية تمانية وستين اثنين واحد اهو اهو نقوله نو شوت داون الابورت التالت لو كام انترفيس فاست بس ما كانت شوفه زيرو اثنين لا زيرو اثنين والله زيرو تلاتة معهم زيرو واحد حد زيرو على تلاتة اهو يبيه ادرس مية تن و تسعين مية تمانية وستين تلاتة ايه واحد اهو لو عند الوقتر منتعز ده عالت كلها لأ ديجيت واي ديجيت واي بتاع الروتر بتاع الانسويتش بالزبط هلو كده اهو زيرو على واحد زيرو على اثنين زيرو على تلاتة تعا ناخد الكلام ده كله كوبي نحطه فين في النوتباد ويبقى ده الطريقة التالتة عندها اهيه الطريقة التالتة عندنا اللي ايه اسمها يا شباب راوتت بورت ان انا بقلي بالبورتات بتاع السويتش البورتات راوتر اهيه ايه بس اللي حصل اهو ايه بس اللي حصل اهو وبعدين اخش جوه انترفيس انترفيس بقى اهو انترفيس رينج الاول ماشي واقول له انت معنطوش بورتات سويتش انت بقيت بورتات راوتر وبعدين اخش جوه داخل كل بورت بورت بقى اهو اهو انترفيس فاست زيرو على واحد تمام وحطت له اي بي وبعدين انترفيس زيرو على اتنين وحطت له اي بي زي ما انت شايفين وبعدين انترفيس زيرو على تلاتة وحطيت له اي بي اهو زي ما انتوا شايفين اهو حلو الكلام تعالوا نجرب بقى هذا الراجل الاوليني مية اتنين وتسعين دوت مية تمانية وتسعين دوت واحد وزاتنين وهنحط اي بي كاما يا شباب واحد دوت ايه واحد واحد هلو كده ونيجي على الراجل برضو الاولين اللي هنا برضو تبع الشبكة عشرة اهو دي له واحد ايه واحد تلاتة وبردو واحد واحد الراجل ده تبع الشبكة عشرين اهو فنقوله مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين اتنين اتنين هلو الكلام ونقوله ايه اتنين واحد تمام نيجي على الراجل هنا ونقوله اتنين تلاتة اهو وبعدين نقوله اتنين واحد نيجي على الراجل ده اهو نقوله تلاتة اتنين اهو بعدين تلاتة ايه تلاتة واحد نيجي على الراجل ده اهو نقوله تلاتة تلاتة اهو وهنا ايه تلاتة واحدة حلو الكلام كده تعال كده نشوف بقى الراجل ده عايز يكلم الراجل ده ماذا اول واحدة برا علشان الارض وبعد كده ايه اوب اوب نهرة بيض تطلع للجتوية بتاعتها اتنين وثلاتة بالظبط اهو شايف اللي هو واحد واثنين الجتوية بتاع العشرة واحد والجتوية بتاع العشرين اتنين زروا على واحد زروا على اتنين صح كده طب لو عايز اكلم ده ناش ومال ومتكلمه يا عم حتى حاشك اهو ده يكلم ده طب لو رحل الاول على النسوية اهو 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 بالظبط كده اهو 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 كان فيه روتر في فوق كان فيه روتر فوق اللي بيحول ده الروتر اهو بيحولك من الشبكة 20 لشبكة 10 ومن شبكة 10 لشبكة 3 حلو الكلام فيه اي مشكلة في الطريقة دي اهو 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 تمام تعمل بلان تاني اهو ان تعمل بلان تانى اهو وتقتل على البي لي تدلها اي بي بقى من نفس السويتش عايدة تمام واجدت اي بداعتهم تمام اهو ايه تانى تمام تمام كده فترة اخبت بقى الطريقة الرابعة تدلطا الى الطريقة التالتا الطريقة الرابعة ها الطريقة الرابعة يا شباب اسمها الاس س في اي الاس في اي اللي هو سويتشت عايزو التكيف سويتشت فيرشوال انترفيس سويتشت فيرشوال انترفيس القصة اي القصة اي بقى هنا برضو انا عندي سويتشت ايه عشرة وعشرين وثلاثين وهنا عشرة وعشرين وثلاثين اهو ما بينه وين بعض حاجة اسمها ايه بورت تراند اذا الجهاز اللي ارس ريه اهو انا باجي اه الوه 3560 باجي اخد بورت اوصله بالفيلان عشر وبورت تاني اوصله بالفيلان عشرين وبورت تالي اوصله بالفيلان تلاتين بس لما باجي احط ايبهات ما بحطش ايبهات للبرتات قمال بحط ايبهات لمين شغل يا محمد بحط ايبهات لمين بحط ايبهات للفيلان ذات نفسها بقول فيلان عشرة ودي لها اي بي يا انهرة بيضة اذا الفيلان عشرين ودي لها اي بي ايه دا يا عمي ودي الفيلان تلاتين ودي لها اي بي ازاي يا عمي الكلام دا وأنت عمّا ما تشفكر لما كنا نجي نعمل تنت على السويتش و كنت بقول له انترفيز بيلان واحد و قدي له اي بي عشان اخش على السويتش ابرمجه من بعيده ما نفس الكلام تعال واحدة واحدة كده نشوفها التنب ازاي واحدة امضى خالص هل؟ تعال كده معي اذا البورت بتاع مين؟ اذا اللاب بتاعنا هوا متخزن ومتقسم تاتا بيلان ومتقسم ايه بورت ترنكب بين السويتش ايه هنجي على السويتش اهو layer 3 اهو حاجة جوه خوش جوه يالله معلم enable configure terminal host name اي حاجة layer 3 ASW السويتش ده هستخدمه احط عليه ابهات صح؟ يبقى لازم اول حاجة ابا روتينج كل ما انت فينا على كده طيب انا عايز اوصل السويتش ده بالVLAN 10 خلاص احجز للVLAN 10 IP احجز للVLAN 10 ايه بورت اسف فنقوله ايه VLAN 10 نكاريت VLAN 10 افوق name cells exit اعاوز احط فيها بورت interface fast 0 على 1 switch port mode access switch port access access VLAN 10 اذا ما كنا بنعمل هناك زمان نعم 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 اسمع الاخد يبقى اول حاجة عملت ايه IP routing عم باس وبعدين كاريت مين الVLAN 10 طب الVLAN 10 اللي فوق عايز اوصلها بالVLAN 10 اللي تحت يبقى لازم احط جواها بورت فروحت اعملت بورت اهو زلو على واحد وحولته access وضرته جوا مين الVLAN 10 يبقى عشان اوصل الVLAN 10 اللي فوق الVLAN 10 اللي تحت انا عندي هنا بورت اسم ايه زيلو على واحد اهو مع الرنج بتاع العشرة اللي تحت ماشي طب انا فينك جيتوي بقى ما انا محطيتش جيتوي دلوقت الجهزة بتاع العشرة اللي عايز تاخد جيتوي انا دلوقت ما بحطش IP للبورت قمال بتحط IP المين للVLAN 10 ذات نفسه يعني تخش جده جوا الVLAN 10 exit interface VLAN 10 ماشي يعمل كريتا IP address 192 168 1 1 155 155 155 0 ونو شود دون هحطالك في النوت 5 ونشوفها مع بعض وبعدين يكمل اهو عشان اللي عنده اي سؤال يسال قبل ما نكمل ادى الطريق الرابعة اللي هي اسمها ايه يا جماعة سويتشت ان انا بحط هاو باجي الاولاني اقول له اهو وبعدين وبعدين اي بي راوتين وبعدين بي لان عشرة وبعدين وبعدين انترفيز فاصل يروح على واحد اهو كل ده بره اهو عايز بقى حضرتك تسأل بقى في الجزء ده سويني كده علي انا دخلت خلاص الكماندان اللي قدام دول فيهم مشكلة اغير اسم السويتش وشغل الراوتينج فيهم اي مشكلة كاريت الفيلان عشرة وسميتها سيلز فيه حتى عنده مشكلة فيها على السويتش الراسرية يبقى انا بكاريت على قد الفيلان اللي تحت الفيلان فوق طيب الفيلان عشرة دي عايز اوصلها بالفيلان عشرة اللي تحت سويتش فوق نفس الفيلان اللي تحت عام رد طيب الفيلان العشرة اللي فوق عايز اوصلها بالفيلان العشرة اللي تحت هوصلها ازاي حط جواها بورت واخد كابلة من فوق لتحت طيب ونم نازم نكون هنا لا الرقم بس احنا قلنا الرقم هو اللي يفرق معي صح كده الفيلان عشرة نم اي حاجة ما هقولك هو بقى اسمع بس علي يصغر بس علي آسف يبقى الوجة عملت ايها باسم وأجريت اللي الل الم laws اعز اوصل اللي اللي الليل عشر فوق بالبلان العشرة اللي تحت لا يوجد بورتات اللي فقمتي عايز داخل جوا بورت مختارة ternet اقسس وضيفه جوا مين بقى عندي دلوقتي على السويتش اللي اقصليه بورت تبع مين اخد كابل من البورت ده مع بورتي من البلان عشرة على السويتش لا تحت الاكسس الاكسس اكسس برضه انا كده وصلت البلان عشرة على البلان عشرة اهي لو ازلني وضخ على البورت يعني عندي دلوقتي ده كده ايه واده عندي هنا سويتش اهو هنا البلان عشرة انت رفت جيت هنا برضو كاريت ايه البلان عشرة عايز يا معلم توصل البلان عشرة دي مع البلان عشرة دي هتعمل ايه مفيش برضا روح تانا جاي جاي اخي بورت اللي هو زيره على واحد محاوله الاكسس الاول وضيفه جوا البلان عشرة وشغلت كابل من هنا تبع اي بورت في البلان عشرة البورت ده معلم الموده الاثنين اكسس الاثنين اكسس مش اي بورت بقى بورت تبع البلان عشرة اوه مهم الجوز مربك تبع البلان عشرة اوه انا حددت ريتش اللي في البلان عشرة بالزبط الريتش ده نتكمل واحد لحد خمسة الخمسة الاثنين الخمسة جدوية اي واحد منهم لا يا واد لا الجدوية لفوق اي اوه مهم بس لا اللي فوق ما خدش للواحد بس اللي هو زره على واحد اهوه يا عمي بتعلم بلاد راو انترفييس فاصل زره على واحد سويتش بورت مود اكس وش بورت في البلان عشرة حلم انا لسه لم يعملش لجوية ولا اي حاجة دلوقت انا جده وصلت من بلان عشرة اللي فوق مع بلان عشرة اللي تحت وصلتهم ازاي اللي في بورت اللي فوق مع بورت من البلان عشرة اللي تحت هل حد لانو مشكلة بها كده مفيش راوشي عايز اعمل جوية قال لي انت كنت زمانية تعمل جوية ازاي كنا منقل ببورت اللي بورت راوطر ونحط له اي بي انا مش عايز اعمل كده وهقول لك اي بي اخي اعمل كده بعدين احط اي بي لبنان ذا انترفيشا اذا البلان الوهنية ده اللي هو بورت الوهنى اللي مش فزيكا هو اللي هيبقى ايه جيت ويل فأم داخل دول انترفيس اهو VLAN 10 وحط IP ليهو يبال يتوفيك احنا كعن لك ايه دلوقتي حاجة اوهمية لان البوت ده لسه وقت سويتش اننا مكنش علينا نوه سويتش بورد يبا حد يقولوني الخطوات التالية كده اول حاجة هنكرد VLAN 10 وبعدين ندخل فيها بورد صحي كده وبعدين اروح ال SBI اللي هي ال VLAN الوهمية وحطله ايه وحطله ايه فيه مشكلة كده على حد طب اللي ما فيه مش دي هنكرد كمان واحد يباله ده تعمل ايه VLAN اسمها ايه 20 النم بتاعها ايه مار مثلا اي اسم يا عم وبعدين عايز اوصل ال 20 دي بال 20 هنريدع اخط دوا هبط انترفيس خاص زينه على كم على دنين انا هقوله ليه باكس وبعدين احط دوا البيلان كم 20 واشد الكابل من المرط ده المرط ايه بتاعت اللي تاعت اهو بقى زيره على دين عندك ها يا معلف وبقى عندك هنا بيلان اسمها بيلان 20 شد الكابل بتاعك مع البيلان 20 بتاعك عايز اخي احط الاجهزة اي بي اجيت ويه احطلهم من ايه خلاص واحد للعشرين بقى حطلها اي بي انترفيس في لان 20 اي بي ادرس اي بي ومسط دا و ترتيب كزايد فيها مشكلة اه لا مشكلة تعال نعمل اه 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 مش اللي بي كده مش هاتتالك كزاعدة غوال لا 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 بس ده ده رأس ارا لحاد اللى عمل اه تامام كده انما ده هنخزن الكونفجرشن بتاعته لو انت عايزن نفح الكونفجرشن انت عملتها هقوله الكومنت دي بصح هالو الكلام يعني اه الموضوع ما هو اصويتش لا موضوع اللي ممكن تعمله اه تشغله بالكيدة تانية اه ممكن بكمند تدلوقت بس انت لو نخزن ما يغيرش الكونفجريشن. عايز رجعه على الوضع القديم ووضع ايوه 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 ماشي. ما هو كل الجنان اللي يعني الابيل او ها مكتوب على البورت او من بر او من اي حتة موجودك وفايل اس ورنين كونفجريشن. عندين هنا موجودك وفايل اس ورنين كونفجريشن. خزنت يا معل مرنين كونفجريشن على ان فيرام عمر الحاجات دي ما تنشاهد. حتى ما عملت الوضع ميتين مرح. عايز تمساحها في طريقة تانية بقى. حل? طيب عامو نكمل كده نكمل باية الكونفجريشن. اهو. انابل. كونفجر. ترمينال. فيلان عشرين. اللي ما فيمش الاولانية فهم دي. النين بتاعها ايه? مارك يا معلم. وبعدين عايز نوصل فيلان عشرين بالفيلان عشرين بتاحت. نخش جواها بورد. نزيله على كام? سويتش بورد مود ايه? اكسز. سويتش بورد اكسز فيلان كام? عشرين. عايز احط اي بي لالفيلان عشرين اعمل ايه? اخش اجزت انترفيس فيلان عشرين. الاي بي ادرس. ايوه. ها? اوليا معلم. اتنين اتنين واحدة. ماشي اين كان بقى هون? زيرو. وبعدين ايه? نوشت داون. ماشي. اجزت. عايز اعمل واحدة للتلاتين يبقى فيلان زيرو على كام? ثلاثة. سويتش بورد مود اكسز. سويتش بورد اكسز فيلان كام? ثلاثين. وبعدين اجزت. انترفيس. انترفيس. فيلان تلاتين. صح الكلام? اه اي بي ادرس. مئة اتنين وتسعين. مئة امانة وستين تلاتة واحد. اهو. أسنان. ونوشت داون. نوشت داون. نوشت داون. فيلان انتفق الفضاء. لا يا راجل لا يا راجل لا يا راجل. بشي انت التخده مع القهوة دي حاضة تشربه معرفش فيلان. مهيس انا باختتاح الموجه. موشتered بعدها معدها هاته سعتين تلاتة. احسن بس نتكلف هنا. صح جدا. لماذا أستحيل بالفجر؟ كنت أستحيل هذا وقت له سيسعي الفجر ما هي الأول والصديق عمي صحيح يالله يا عم حبثوا من المرة اللي فاتت وأقعد من دقت؟ إني أنت كنت حبثوا مش كنت أقابل عرضي بعربية؟ أقابل عرضي لقد أدت وانت تعالي بصرح لأي سورح لكي نعمل اللي مجمع أداة تاني تابع الفنان تلهابين حلو الكلام كده 192 168 واحد كامل واحد اثنين بعدين ايه واحد واحد وده 192 واحد ثلاثة بعدين واحد واحد وده اثنين 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 تلاتة يا سف وده اثنين واحد طب ده خلي بقى اثنين اثنين اين كان اي اي بي يعني في شبكة طبع لما ناخد ديش بي ونخليه وضع يبقى تبقى العملية زي الفول ده ده اثنين تلاتة وده اثنين اثنين وغلتنا بس ماشي بس اي بي في شبكة يعني ماشي تلاتة اثنين اهو وبعدين تلاتة واحد تحت وبعدين اه تلاتة بليتة وبعدين ده تلاتة بليتة بص يا معلم ادى العشرة عايز اتكلم من عشرين اهو يلا يا معلم تطلع على البورت بتاعها الفيرشوال فيلان يقلبها على الفيرشوال فيلان التانية وهكذا اهو طيب العشرة عايز اتكلم من تلاتين شغال بقى اهو اهو يلا يا معلم لا لا فيها يا فرق حت هقولك الحتة دي فيه اهو اهو بص يا معلم حلو الكلام فيه مشكلة عند حد كده نقفل بقى الفيديو يلا يا جمعان احنا خدنا ايه دلوقتي خدنا ان احنا عندنا ها برجوهم عشان محمد اهو محمد معي ها برجوهم عشان خطرة كواه يلا احنا عندنا يا شباب عندنا القصة ايه القصة ان احنا عندنا السويتش السبنية لاكتر من فيلان فيلان واحد فيلان عشرة فيلان عشرين فيلان تلتة وينها عشرة وعشرين وتلتين وربطنا ما بينهم بترانك ويترانك كيفية ايه بيخلي العشرة تكلم عشرة صح والت شرين تكلم العشرين والتلتين تيكلم الثلتين حارف كان فيه احد في كوروس كده اقعدت بعد ما شرحت الانتر فيلان وكلام من ده تمام يقول لي ما هو الترانك هو اللي كان بيعمل الانتر فيلان ازاي انت متوقع سؤال وانحنا كنا عملينا بترانك ليه بйده ، kara xRRR انا بقى لو حد اخل الإنطور فى الانطور.. هذه النتروفلان هي 4 طرق من راوتر على حصل برد درام موديل ال�琴رات خمسوائي استخدام براوتر 2900 لكن هو亞ج Kurd Duty غالب بيبقى اغلى من راوتر لأنك أنت ممكن أساسا الشركة عندك مبقاش فيها أساسا راوتك هو مصنع فرح واحد شكل مصنع اللي في هوسنا ومعرفش هيه هتجيب راوتر بتعمل به الراوتر هو باستلازمه في ايه عشان هو اوصل فرح فرح تاني بعيد هيا شبتها فرح واحد يا عم فيبقى كل الدين يكون لها سويتشات صح كده وشبكاته وجاب layer 3 سويتش بيه فرق ما بينه خلاص على كده طيب layer 3 devices بقى لا إما راوتر لا إما layer 3 سويتش الراوتر فيه طريقتين طريقة اسمها traditional method وطريقة اسمها router on stick layer 3 switch فيه طريقتين حاجة اسمها routed board وحاجة اسمها SVA دعنا ناخدهم واحدة واحدة أول طريقة عندنا لها traditional method ايه traditional method؟ أنا راجب راوتر واربط كل report من بورتات الراوتر بالVLANs اللي تحت يعني أنا حاجز الفلان عشرة بورت على الراوتر وحاجز الفلان عشرين بورت على الراوتر وحاجز الفلان 30 بورت على الراوتر زي ما حصل اهو زي القصة دي الconfiguration كلها متسجلة اهيه جيت الراجل عمل ايه جي احمد اهو عمل دخل على الراوتر عمل configure terminal post name kyro دخل حاجز الفلان عشرة بورت اللي هو زره على زير ودالها IP الفلان ايه عشرة وجه حاجز الفلان عشرين بورت لها زره على واحد ودالها IP الفلان كام عشرين وجه حاجز بورت ثالث الفلان ثلاثين ودالها IP ايه ثلاثة واحد مشكلة القصة ديها يا ابو احمد مشكلتها ان كل ما عاد الفلان بيزيد محتاج بورت على الراوتر شايف كده اهو كل ما عاد الفلان بيزيد اسف وراحت فين اهيه عندي ثلاثة فيلين تحت محتاج كام يا ولاء ثلاثة بورتات على الراوتر دي مشكلة الطريقة الاولانية ليه اطراضيشنا المست الطريقة التانية اللي جيت تحل المشكلة ان انا اوفر عدد بورتاتر اللي اسم هي ايهي بقى معلم الراوتر اون استيك اهو الراوتر اون استيك الراوتر اللي مسنود على العصايا بالضبط كده لا ساحر ولا شعوز امام الطريقة بتاعت ايه الساحر دي امام الفقرة بتاع الساحر اه اذا عندك بورت الراوتر الواحد بوصله بورتاترانك من تحت حلو بس البورت بتاع الراوتر ده بقى سيمو ثلاثة جزاء على قد عاد الفلان وخدنا حاجة اسمها هي معلم الساب انترفيس ويبقى البورت بتاع السويتش شغلت رانك والبورت بتاع الراوتر شغلت رانك برده كومانداته فين دي كومانداته هي نسويتش وراوتر لترانك اه تمام لا ما تخبش بقى ده اهو بص يا سيدي راحت عالراوتر وقعت له انترفيس جيجا زيرو على زيرو دوت مية اده اول حتة شغلتها ترانك بس لابستها للفلان كام دوت مية دوت مية ده اسم جديد بقى بتاعها ما انت عايزه دوت الف دوت الفين يعني نحن حمد ايه راقم لا ما فيش حروف راقم لا راقم ماشي كده ما فيش حاجة اسمية زيرو على زيرو دوت مية ومسلا ما انفعتش هو راقم دوت مية دوت مية دوت مية دوت مية دوت مية زيرو انت عايز خلاص وبعدين انكابسوليشن دوت وانكيو كام عشرة دي لازم تكون راقم الفلان مش الدوت مية كده لبست مع مين مع العشرة كأن بقول للراوتر يا عم في عمدك بورت زيرو عايزو دوت مية هيشتغل جيتويل مين دي الفلان عشرة وهم يبدو مية دوت مية دوت اي رقم هل ما اللعشر دوت مية 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 ويبدو ميلي بحاجة دوت مية دوت مية دوت متين Orlando اذا ط 듣و مزار في ل تقوم فتحانة كبيرة والثلاثة الصغيرة اللي تحتية. مش هيجي جيدة زيارة على زيرو. قسمتها ثلاثة حزت. فتحانة كبيرة والثلاثة صغيرة اللي تحتية. حلو الكلام. الطريقة الثالثة. اللي انا هستخدم فاهمين يا معلم. السويتش اللي ارسري. تمام. اهو. الروتت. اسمها الروتت. بورتس. لأ هي. هجيب سويتش اللي ارسري. واحجز لكل بورت على السويتش ده. Quan ajuda. قبل ما احجز كل بورتس على السويتش لازم الاولى شغل الاي بي راتد. اطلع السويتش اللاي sobre Relay Blog. بقومند اسمه WHOA B router. اخلا من المصنح حروعه massive. انه خريج من المصنع بايده فورت. شغل lebih لا بلقين قناة. خلال earlier 2. واخش على على ال AB support The more is given that we adapt them. من بورتسويتش اللي بورتسا يرسل بورت. روتر. فاكتبوا من دوقuss switch بورتس Without a product by calling order. حلو scienceWithin Point in point on the action. انا نشوف البرمجة التاعات دخلت انا جوه enable configure terminal host name layers to switch عارت اسم switch IP routing شغلت IP على switch دخلت جوه 3 interface interface range من 0 على 1 لحد 3 وقلت له انت معه switch port و exit ودخلت على البرمجة الاولاني ادته IP من البرمجة الاولانين و دخلت البرمجة الثانى شخص عن مشاكل طريقة سهلة جدا شكل تريدش نالمس dir بالضبط لكن لي何 تنسويت عن البرمجة هو من ال orchestjac ما قص ممكن محمد بعые سألت ايه فما هم السويتشين هوك انا مش عايز اوصل.. مش ده جيتونتها ال 20 ايضا اوصل ال 20 هنا مفيش مشكله عجلة انا ما قدش من قبله اه مش تنفع صورة واحد فوق اه رابط البود ده هو قط واحد فوق و انت عليك اوصل ما عايزه هنا ايضا ياخذ ال 20 من هنا و اياخذ ال 20 من هنا مش عايز فا مرور احيط ترانك يماشي مبينهم ها و ليه مفي ترانك يماشي مبينهم ها مش عايز يحمل ع ترانك مش عايز بس دي ممكن تعملها بقى انت؟ في الطريقة الرابعة في البرشون تمام كده؟ إن فتعملها في البرشون آج جاي هي جاي هل تمام؟ طيب حد عنده مشاكل في الطريقة التالتة دي؟ ها؟ الروتت بورت في مشكلة؟ طيب.. تعالوا كده تشوف بقى الطريقة الرابعة الطريقة الرابعة يا معلم قالك طريقة اسمها الـ SVI ايه الـ SVI؟ قالك انت هتكارجة فلانة عشر عالسويتش ده هنائة طب اوصل الفيلان العشرة دي بالفيلان العشرة اللي تحت قالك حط جوها بورت يبقى اول حاجة جماعة او داني او اه ادى Wu limpah بصوا كده ادي السويتش عندنا هؤ كاريت الفيلان العشرة فوق حالا وانا عندي اساسا هي من الكاريتة تحت الفيلان عشرة دي من الكاريتة تحت صح طب اوصل الفيلان عشرة دي بالفيلان عشرة دي اوضح دجواها بورت مزال مي وغيروا اكسز وغيروا حول الاجوة وحطوا جهة جهاز عشرة ووصلوا بكابل حلو مين بقى اللي بحطه له اي بي مش البورت البيلان ذات نفسها يا معلم اللي بحطه له اي بي وادنوا اي بي فالحالة دي لو بيت جت وقعت جاي لقى بورت كمان جهة البيلان عشرة وما وصلوا ببيلان عشرة كده اي المشكلة اي بي محطوط للفوق للبيلان مش محطوط للبورت اي بقى بدل ما ياخد كابلة من هنا يا عم رضا يوديلي السويتش ده لا يوديلي الفيلان اللي موجودة في السويتش التاني هو كان بس ما عايز يعمل كده انت فيمتني كده بي محطوط اللي موجودة فيمتني كده اهو 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 هنخش ههي الجوع اي بقى خصوط لي بس عليه هو بس اللقفت معي اي بي راوتين وبعدين كريت الفيلان عشر وسميته وبعدين جيت جت وحطت جواها اي بورت زيرو على واحد حولته على اكسس وضفته ده داخل لما اجي احط الاي بي ما احتش للبورت احط المين خلصت خلصت الفيلان عشرين عايز عملت انا ما خدناش كوبي من البنو عشرين هنعمل نفس الطريق اهو من غير ما يعني من غير ما اش راح من اوله جديد هنحولها الاسي اهو يا عم اهو كوبي اهو كل انا هعمله هجي كده هقوله ايه في لان 20 هسميه ايه مارك ده اللي انا عملته على السويتش اهو وبعدين اضيف جواها بورت جديد اتنين اهو هضيفه جواه مين اتنين واحد والتلاتين والتلاتين مااني بدل ما ضيف بورت واحد زيرو على اتنين هضيف جواها زيرو على اتنين وزيرو على ثلاثة اه بس خلاص ما ضيفه كل البينام بورت هضيف زمان عاجز ماشي ماشي مامنه اللي باس هو اللي اول نخبطه اشتركوا في القناة